لا تتوقف مساعي الاحتلال لسرقة التاريخ فقد أقدمت قواته على سرقة قطع أثرية من أحد المواقع في بلدة صباستيا شمال غرب نابلس حيث كانت تعمل بها وزارة السياحة والآثار واحتجزت طواقم الوزارة لساعات وردمت مغارة تم اكتشافها مؤخرا أتت قوات الاحتلال ومنعت الموظفين واعتقلت أحدهم حتى الساعة الثامنة ونصف مساء ومنعت إجراء الحفر في هذا الموقع هذا الموقع كما أشارت الدلائل الأولية للحفر والكشف بأنه يعود إلى الفطر الروماني والفطر البيزنطي يحتوي على وهو بالمناسبة عبارة عن مقبرة رومانية وبيزنطية قديمة يحتوي على بعض التوابيت الحجرية المنطقة الأثرية في بلدة سباستية تتعرض بشكل ممنهج إلى اقتحامات من قبل قوات الاحتلال لتأمين دخول المستوطنين فيها كمقدمة لضمها لمستوطناته البلدة سباستية الاعتداد عليها مركزة بشكل أكبر كون هذه البلدة فيها كنز تاريخي وأثري وحضاري يمتد لألاف السنين بالأمس كان هناك حفرية أثري في هذا الموقع أنه ظهرت بعد أن قامت البلدية بشكل شارع لتهيله في هذه المنطقة قام الاحتلال بمداهمة المنطقة وسرقت القطع الأثرية واعتقال الكادر الذي يعمل في هذا الموقع والذي يعود لوزارة السياحة والأثار هو كادر مهني متخصص سرقة الآثار سياسة قديمة جديدة ينتهجها الاحتلال لطمس هوية أرضنا الفلسطينية وخلق روايات مزيفة لتدعيم تاريخه المزور تبقى الشواهد والمعالم التاريخية خير شاهد ودليل على فلسطينية هذه المنطقة الأثرية التي يحاول الاحتلال الاستيلاء عليها وصناعة تاريخ مزور فيها من بلدة سباستيا محمد خطيب تلفزيون فلسطين